وقد اختلف العلماء رحمه الله في حكم إكرام الضيف هل هو واجب أو مستحب فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلا أنه واجب للضيف المسلم في غير الحواضر على النحو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر أن حق الضيافة لكل زائر سواء كان من أهل البلد ولغير أهل البلد في الحواضر وغير الحواضر لكن فيما كان من الأماكن التي يحتاج فيها إلى ضيافة خاصة بعدم وجود مأوى أو منزل فإن الضيافة تتأكد في هذه الحال ويكون ذلك من أولى ما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فليكريم ضيفه ترجمة نانسي قنقر